بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا حبيب قلبي عاملين ايه رب تكونوا بخير صباح الفلة او مساء الفلة على اختي وحبيبتي وام اللي بتتبعني النهور ده اخر يوم امتحانات اليوسف وخلاص كده افراج وبعد كده بقى منا تبدأ تمتحن من اول اسبوع الجاي تقريبا مش فاكرة اليوم قوي بس هي تمتحن من اول اسبوع الجاي ربنا معاها ومع كل ولادنا اللهم امين يا رب وينجحهم اه دلوقتي حوالي ساعة تمانية ونص تسعة للربع كده والامتحان بتاعه الساعة تسعة اه فبابا راح يوديه انا بصراحة ما قدرتش اعترضت على الموضوع وقلت له لأ روح انت وديه وهو انا هجيبه يعني نبدل مع بعض المهم منا برضو في البيت ما عندهاش اي حاجة خالص النهار ده عليها بس درس اه على حوالي ساعة اتنين اتنين ونص كده تقريبا اه فهنخش بقى دلوقتي نشوف حاجتنا جوه في المطبخ ونشوف هنعمل ايه وكمان هنصور واحنا نزلين ونشوف كده اليوم بتاعنا هيبقى عامل ازاي اه الشارع بحس اللي هو زحمة او رايق من المقربزات او من العربيات اللي مشى يعني عايز اقولك اللي الوقت تبقى لسه بدري بس الدنيا زحمة اوي زي ما انتوا شايفين كده العربيات بتمشي بالبطيء بتكلم على الاتجاه التاني مش الاتجاه اللي هو ناحيتي اه الدنيا بتبقى زحمة لما بلاقي العربيات كده بحس فعلا اللي البلد زحمة النهار ده وصلاح سالم طبعا انتوا عارفين على طول زحمة موت مش محتاجة اللي انا اقول لكم اه نهار ده هنعمل مع بعض حاجات كتير اوي لو انت اول مرة تتفرج عليها ما تنسيش تحط اشتراك تفعل الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات وطبعا بقى ما تنسيش اللايك بتاعك انا بيجي لي مشاهدات حلوة ما شو الله وكومنتات جميلة جدا بس مفيش لايكات دوسي اللايك اللي تحت الفيديو لو عجبك الروتيني النهار ده ان شاء الله يلا بينا بقى ندخل جواه ونشوف هنعمل ايه انا لسه مفترتش عايزة افتر بقى كده هعمل كوبايت شايب البن حلوة كده متينة ومنا لسه نايمة وهنشوف هنعمل ايه ده فينو بقى هعملو في المطحنة ان شاء الله هعملو بالليل انا قطعته كده بطريقة عشوائية خالص ودخلته الفرن كنتي بعمل اكل في الفرن والفرن سخن فدخلته بعد ما طفيت الفرن وتحمر معايا بالشكل دوت او اتحمص معايا وبعد كده فضيته في الطبق البلاستيك ده دي كلها كمية اللي عندي استغلي وقت الدراسة في الفرن اللي هو بتعمل كده لان في الاجازة ما بيبقاش عندي فينو خلص بصراحة وبطري اللي انا اشتري اللي هو بتاع السوبر ماركت اللي هو ريتش بيك ده عندي لبن كده كمية محترمة كنت جايبة اتنين كيلو علشان خاطر نوية اعمل لهم رز بلبن او اعمل لهم مهلبية اعمل لهم بليلة باللبن اي حاجة كده تدفيهم بالليلة عندي ولادي بيحبوا الرز بلبن فيه بيحبوا سخن وفيه بيحبوا سيقع بس انا بحبوا سيقع بصراحة هشيل الاشتة من عليه وانتو عارفين كده الاشتة دي انا بشيلها وبخزنها علشان خاطر نعمل منها سامنة بلدي ان شاء الله احسن وقت تشيل في الاشتة هو الجو بتاع الشتة بتطلع كده كمية محترمة كده وطعمها واو 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 يعني كده انا شيلت الاشتة يدوب بقاها ربها كده واريتكم قبل كده ازاي بربها وباشيلها في الفريزر اه لما بكون عايزة اه اعمل بقا الكمية محترمة كده وبعد كده نسيحها مع بعض بس مش بسيح بقا الحبة دول يعني يعني على اقل كده بيبقوا مثلا معايا اتنين كيلو اتنين كيلو ونص عشان لما يسيحوا يطلعوا لي كمية محترمة كده حلوة صبيت اللبن في الكنكة وهحط الكنكة بقا على النار كده لحد ما تسخن معايا اللبن ده انا غليا من بالليل لحد ما تسخن معايا وبعد كده نعمل مع بعض كبات شاي بلبن عايز اقول لكم اللي انا من ساعة معبير كانت عندي انا بواست الرجيم ومش عارفة ارجع تاني هحاول على قد مقدر ان شاء الله باذن الله او الاسبوع نبدأ مع بعض الرجيم تاني عشان مش عايزة اللي انا نزلته اطلعه تاني المجي بتاعي دوت قلت لكم قبل كده لانا جايباه بعشرين جنيه وان شاء الله باذن الله هتلاقوا في خلال الاسبوع الجاي فيديو نزل لكم من المحل اللي انا اشتريت منه المجي دوت بيبيع السيني فرداني يعني طبق السيني بيبدأ عنده من حوالي 12.5 او 15 لحد 22 جنيه سعر الطبق السيرفيس الكبير كمان علشان خاطر القناة عامل عروض جمدة جدا على قطقم السيني الطقم الكامل وممكن تشتري منه فرداني هحاول انا نزل لكم الفيديو دوت في خلال الاسبوع دوت ان شاء الله عالجمعة او عالسبت كده باذن الله لاني الطلب مني كتير اوي لما عملت جولة في ضرب سعادة طلبته مني السيني فرداني فانا صورته الكوب صراحة كده انا عملت اللبن بتاعي خلاص انتو عارفين لها مش بحط مياه انا بحط بس السكر والشاي وبعد كده اللبن شاي نشف بيبقى طعم حلو يعني كل واحد ومزاجه بقى بعد ما افترت كده واقعدت شوية حوالي ساعة كده نزلت بقى عشان اجيب يوسف من المدرسة ركبت المكروباز اااااا ما خدتش معي حاجات كتير يا دوب لبس تكده ااااا البنطلون والجاكت اللي هو الم اسمه ايه اااااا مش جاكت بروفر بروفر بس بيبقى مفتوح زي البرورو كده اااا والشنطة الزغيرة دي نفعاني قوي بروح بيها كل المشاوير بجد يعني حاجة كده تحفة جبتاها معاكم قبل كده ووراتها لكم في فيديو المشتريات طلعت الفلوس المقرباص ب2 جنيه انا دلوقتي حاليا في الموقف فمستنية بقى المقرباص يحمل علشان خاطر نروح الحلمية نجيب يوسف يوسف مدرسته في الحلمية للي بيسألني مدرسته في الحلمية يعني عندي اسم الدرب الاحمر كده لو عارفين بقى اسم الدرب الاحمر اكيد انت عارفينه فيه ناس كتير قوي من هناك وكتابولي قبل كده احنا من الدرب الاحمر ناس جدعة وناس محترمة جدا بصراحة كلهم كل الشكر والتأذير انا عايزة بس اوريكم كده انا بصور لكم من الموقف علشان عايزة اوريكم الشارع عندنا شكله ايه ومسجد السلطان حسن والرفاعي والجو اللي هو فعلا بتحس بريحة رمضان بجو رمضان كده انا لما بمشي في الحتة دي كده حتى لو رجب المقرباص بيبقى احساس فوق طبيعي احساس كده اللي هو جو رمضان دوت بالزاد بقى لو انت ماشى كده وتلاقي ازان المغرب ازن عليك يا سلام حتى لو مش في رمضان هتحس في جو رمضان يعني ساعات كتير كده بنزل مع عبير على حوالي المغربية كده وإحنا الرجبين تلاقي المغرب بتحس فعلا المغرب بتاعت رمضان غير اي صوت ازان تاني انت بتسمعين الوقت دوت بيبقى فعلا في حاجة كده روحانية جميلة جدا احنا كده خلاص تخلينا على مدان القلعة للناس اللي هي حابة بقى صوى الله في الشارع لاني طلب مني كتير قوي قالوا لي يا هبة سورينا كده الاماكن الجميلة ومكاننا بتاع زمان لان في ناس كانت زكسكنة في الاماكن دي ويعزلوا او مشوا او اتجوزوا وصفروا بعيد حاجات زي كده يعني انا كده يعتبر في مدان القلعة يدوب بس هو المقرباز هيلف في الصينية وهنبقى بقى دخلنا على شارع محمد علي ده كده مسجد السلطان حسن والرفيعي اللي اتنين جنب بعض بصوا المكان طحفة الكفاية بس التراث اللي هم عاملين والتراث الاسلامي دوت في المسجد بجد حاجة كده طحفة محدش هيحس بالموضوع اللي انا بحكيلكو عم علي دوت غير فعلا الناس اللي هي فعلا قلبها ابيض كده وبتصفى فعلا للاماكن ديت بصوا شكل المسجد عامل ازاي ماشا الله ماشا الله يعني حاجة كده وهم عايز اقول لكم اللي المكان دوت في الاعياد يا ساعة صلاة العيد ما بتبقاش عارفة تقفي على باب المسجد اصلا من كتر الزحمة اللي جوه واللي برا كل سنة ونتوا طيبين ويا ربي يجعل كل ايامنا خير وبركة وحب ومواد اللهم امين يا رب كده خلاص المقرباز بقى داخل كده على شارع محمد علي حتة دي كده المحطة بتاعتها بسماسه السلاح بعد ما جبت يوسف بقى معرفتش هصور تاني بصراحة لاني دخلت المغربلين اشتريت شوية طلبات وجيت بقى عملت لهم فطار وكمان فطرت منها وفطرت يوسف تاني غير السندوتشات اللي هو كان وكيلة يدوب خد قطمتين بس فكان لازم اللي انا عمل لهم فطار عايز اقول لكم النهار ده انا فرحانة قوي فرحانة قوي مين بقى فرحان زي كده فرحانة ليه هبة هقول لكم دلوقتي تذبروا علي عندي الافل من مبارح يعني مفيش وقفة مفيش حاجة الحمد لله عندي الاكل من مبارح وكله تمام الاكل اللي احنا كنا عاملينه مع بعض مبارح اللي هي البسلة والرز خلص فهعمل رز بديله كنت من حوالي اربع ايام كده كنت عاملة كفتة في صنية فالولاد كلوا منها اللي كلوه فاللي فاض بقى قلت اغيل لهم شوية وروحت مقطعها حلقات كده بالسكينة زي السجاء كده وشوحته على النار هي اصلا مستوية وروحت حط عليها واحد فلفل رومي واحد فلفل حرق وقلبتها بقى كده على النار لحد ما الفلفل اتشوح معي لو انت عايزة تعملي الطريقة ديت وهي اصلا مقنية عندك بتعملي بقى كفتة دواير زغيرة بتحط البصلاية والبهارات اللي انت عايزها وبتعمليها دواير كده يعني اعتبر قد البلية بلية الزغيرة ديت وبعد كده بتحطي حوالي معلقتين زيت او كتعة زبدة وتحمريها على النار كده لحد ما تتشوح معاك وبعد كده تبدأي تنزلي بقى بالفلفل وسواء فلفل حرق او رومي اللي انت عايزين وبعد ما يتشوح معاك هتعملي زي اللي انا هعمله دلوقتي هي اصلا الكفتة عندي بردي مستوية بس انا حبيت اللي هي تاخد من طعم الفلفل عندي بقى حوالي طماطميتين طماطميتين بشرتهم كده بالمبشرة انت عارفين لانا بحب الطماطم من غير قشر خالص فبشرتهم في المبشرة وهنزل عليهم بالشكل دوق كده انت برضو في المرحلة دي تبدأي تعملي زي ما انا عملت كده يدوب الكفتة بتاعتك تتحمر وتاخد لون تنزلي عليها بالفلفل وبعد كده تتحمر برضو الفلفل شوية يتشوح وياخد من طعم الكفتة والكفتة تاخد من طعم الفلفل تنزلي بالطماطم عايز اقولك اللي هي طعمها حلوة قوي بكنتش متخيلة اللي طعمها هيبقى حلوة كده انا قلت اقلم بقى الاكل اللي في التلاجة كله كده عشان بكرة نتبخ طبخة حلوة كده الولاد بقى بكرة اجازة خلاص يوسف خد الاجازة ومنا كمان اجازة ما بتروحش المدرسة عشان الامتحانات شغالة بقى هيبدأوا سنة ثالثة تقريبا يمتحنوا لكن بتروح دروس فقلت بقى بكرة قد ديهم كده غدوة حلوة نعمل فراخ كده عكلة مسينة شوية البسلة اللي فايدة عندي من انبارح هو يدوب طبق كده علشان كده انا كملت وعملت الاكل اللي انتو شايفينه ده انا مطلعتش حجم الفريزر انا يدوب بس جبت البواقي بتاعت التلاجة وده الرز يدوب عملت كباتين رز ابيض قلت اغير شوية انبارح كنت عاملة رز بالشعرية جنب البسلة والملوخية فالنهار ده عملت كده كباتين رز ابيض وده البسلة الباقي بتاع انبارح وفيش طبق ملوخية صغير وكمان في طبقين شربة لسان عصفور اللي احنا كنا عاملينهم من بارح دي البسلة برضو فيها لحمة فهتبقى اكلة كده وانشطة ببقى على الحلل وانشطة بقى على الموعين ويبقى عندنا التلاجة ريئة كده نستعد الاكل بكرة ان شاء الله تبقى وجبة حلوة يعني ممكن بحاجة بسيطة تغيري مصاري الاكلة خالص يعني تعملي اكلة جديدة للناس اللي هي مسلا جوازتها ما بيحبوش الاكل البيت ممكن انتي تغيري فيها وتجدديها بحاجة يعني بص الكفتة دي كانت عندي يا دوب انا جددتها بحاجة بسيطة جدا حبطيت عليها طمط مية وارنفلفل وبقت اكلتيني ممكن صندوتشات بالفينو ممكن تتحطي على الرز ممكن بالعيش على حسب زوءك انتي واللي انت عايزي بعد ما كاننا الحمد لله تلعب اتل موعين زي ما انت شايفين كده الحلل بقى والاتباق وكل حاجة هبدأ اللي انا اخسل بقى في الموعين بتاعتي كده دي الحلل الحل دي ان كنت عاملة فيها الشربة وطلعتها تاني عشان خاطر اسخن بقى الشربة وكده بيقولولي يا هيبة الدنيا سعى قوي انت زي بتخسل الموعين والدنيا ساعد احنا قاعدين متالجين يا جماعة في ايه يا جماعة فوق كده شاية وقومي شوف اللي وراكي واعملي الحاجة اللي وراكي يعني ساعة ايه اللي هتنيمنا في السرير ديت امي كده شوف اللي وراكي صدقيني لما تقومي وتعملي الحاجة كده اللي وراكي اول باول هتلاقيك نفسك ديفيتي ساقعانة من المياه الساعة شغالي المياه السخنة مش هيحصل اي حاجة يعني شغالي نفسك كده لكن تبقى قاعدة تحت البطنية كده او قاعدة مسلا متكلفتة بحاجة وقاعدة تتفرجي على التلفزيون ولمسك الموبايل ووراكي مليون حاجة جوا ما نصحكش تعملي بكده ابدا امي كده شغالي الفيديو بتاعي دوت او شغالي اي فيديو تاني وتفرج عليه وسبيتيه كده في مكان عندك في المطبخ وتفرج عليه وانت بتخسيل الموعين هيديك باور كده وهيديك نشاط هتروح تفتح تطلعي منهاppo وتخسليها تاني من الاول وجديد هي خليك اللي انت تلمي كل الموعين اللي عندك وتخسليها وانت واقف عايز واقول لك انا الاول كنت بعمل كده عايز اقول لك اللي انا�� كنت برضو بشغل اي حاجة اتسلة كده وانا واقف بتعمل الاكل danachل وانا بعمل المواعين وانا وقف في المطبخ لكن دلوقتي بحس اللي انا فتح الكاميرا كده اللي انتوا شايفيني وانا شايفاكم وبنتكلم مع بعض اي نعم في معظم الروتين اللي انا بعمله بسجل الصوت عليه لكن صدقوني والله العظيم بيبقى غصبا عني تعارفين الولاد والدوشة وانا مش عايزة اجب لكم صداع منهم فلما بحس اللي فعلا جو مناسب اللي انا افتح الكاميرا واتكلم عليها بعمل كده لكن لما بحس اللي الدنيا مش هينفع غصبا عني عشان بيبقى الولاد وعملين نتكلموا ويتخنوا مع بعض اكيد انتوا حاسين بيا مش محتاجة لانا احكي لكم يعني كده خلصتي اعتبر نص الحاجة بصوا هنوقفة باخسل مواين من نجاترة مثل الكوباية في الحود يعني انا مش عارفة اعمل ايه مش عارفة كده بتاخد العلاج بتاعها بعد الغدا اه فاخدته وراح اتحطها الكوباية في الحود يا دوب بس انا تلفت كده عشان اجيبه اللي اتباق منه على البوتجاز وراح اتحطها لك كوباية اعمل ايه مش عارفة اه كده المواين بتاعتي خلص يعتبر الرابط اللي هي تخلص معايا دي كده اللي احنا تغدنا فيها عودي نفسك المواين بتخلص اول بول ما تكسليش وتقولي كمان شوية كمان شوية هيطلع مواين اكتر ومش هتقدر اللي انت تسيطري على الموقف فسيطري عليه كده من بدري علشان خاطر الموضوع يبقى حلو معاكي ولزيز كده اللي سألتني بقى على اللي سبونشة بتاعة المواين ديت عايز اقول لك اللي خامتها حلوة جدا سعرها كام؟ سعرها خمسة جنيه مش حاجة يعني بس المشكلة المكان اللي انا بجيب منه ما بيبيعش قطاعي يعني ايه ما بيبيعش قطاعي يعني مش هينفع يديكي واحدة بس على اقل عشان تجيبي هتجيبي ستة مع بعض فهي دي مشكلتها لكن هي بتقعد والله العظيم بتقعد اكتر من شهر بس انا قبل الشهر برميها وبستعمل واحدة بدلها يعني دي اخرها معايا كده عشر تيام اسبوعين حلوة قوي لكن انت لو عايزها تقعد معاكي اطول هتقعد يعني حلوة والحطة اللي هي بيبقى فيها لونها اخضر دي ما بتتقطعش ما بتتشلش منها السفينجة اصلا ما بتبوش يعني مهما تحطيها في مياه ومهما تستخدميها نشفت بتلاقيها نفشة كده زي ما هي اكنك لسه جايدة النوع بتاعها نوعه ايه هحاول اصورها لكم اه في فيديو مشتريات بتاع المنظفات ان شاء الله بازن الله اول الشهر عشان خاطر اه هشتري منظفات زي ما بنعمل كل شهر وهحاول اللي انا اصورها لكم وورها لكم بس عايزة اقولك اللي ايه والله العظيم خميتها حلوة وانا جربت انواع كتير قوي وبنفس التمن يعني مش هقولك بقى اللي هي مسلا انها ارخش شوية يا لأ بنفس التمن ويمكن اغلى كمان فيه بستة وفيه بسبعة ونص لكن اللي سبونشة دي جميلة جدا وبرضو المحل اللي انا بجيب منه دوت اه بيبيع برضو السلك اللي هو المدور الواحدة بره بتتبع باتنين جنيه هو بيبيع لك الباكيك كله على بعد وفي عشرين واحدة بستاشر جنيه يعني ممكن تشتريهم جملة وتقسمهم بقى انت واختك انت واختجوزك انت وحماتك انت ومامتك على حسب بقى انت وبتعاملي مع مين في الحاجات اللي زي كده انا بفضل الحاجات ديت جدا يعني بفضل اللي انت تشتري حاجتك كلها جملة وتقسمي انت وحد من عندك ملعيلة بيوفر معاك فلوس والحاجة بتعيش معاكي اطول وكمان مش بتلاقيها برا يعني الحاجات معظم الحاجة مش بتلاقيها برا عندي كده الحلة من تحت بدعكها بقى بالسلكة اللي هي المطرح التوزيع الحراري ده بدعكو بالسلكة ما بيحصلش اي حاجة وبرضو حبيب قلبي اللي سألوني يا هيبا الحلال عاملة معاك ايه الحلال جميلة وزي الفل وبالفعل روحت اشتريت نفس النوع آآ جرانيت صواني وتواجن ان شاء الله باذن اللي الفيديو هصور وانزله لكم بس يا رب تلحقوا العرض لو انتوا عايزين منه بس انا جايبا بقى لي عشر ايام يعني اه تقريبا بقى لي عشر ايام ان شاء الله باذن الله هينزل لكم آآ هصوروا وانزله و هصوروا وينزل لكم باذن الله كده الحلال عايز اقول لكم تعبت بجد تعبت موعين كتير قوي بالذات لما بيبقى في موعين قطباق وموعين حلال انا كنت ممكن اسيبهم كمان شاي خسلهم بس انا عايزة اخلص مش عايزة يبقى في وراي حاجة تانية عايزة لما خش جوه اقعد كده آآ في استجمام شوية اي نعم انا ما بقعدش والله ما بقعد مش بقعد خالص والله بقى ما شوف برضه غسيل بشوف حاجة عايزة تتعمل لو في طلبات بنزل اجيبها مش عارفة اقامد ايه من اكد انتوا حاسين بيا والله العظيم يعني محدش بيحس بحد غير اللي بيتحط في نفس المواقف يعني انتوا اكيد طبعا امهات وستات ديورت زي العسل كده وشاطرين فاكيد حاسين بالمواقف اللي انا بمر بيها دي بس الحمد لله احسن حاجة اللي يوسف خد الاجهزة وفوقني شوية هننام بدري آآ قصدي هننام مش هنسحى بدري الصحياني الصبح بدري دوت في عزة تلك ده بيبقى صعب قوي الله يكون في عون الموظفين والناس اللي بتنزل تشتغل الصبح بدري وبتروح شغلها اللي انت تقومي من تحت البطانية دي وتقومي كده دي دي عايزة مواضيع يعني بجد يعني انا بحترمكم جدا والله العظيم وبقدركم جدا ربنا يكون في عونكم يا رب فعلا الجو سقع قوي حاول التقلي بقى كده لو انت يا ولادك صغيرين ولا حاجة حاول التقلي لهم كده وتلبسيهم تيه طبعا الروتين لسه مكمل معايا وفي بقى ارض هتتمسح وفي موالة تزرق لسه هيتعامل بس انا حبيت بقى كده اللي احنا ننهي الموضوع من دلوقتي عشان ما طولش عليكم اكتر من كده وانتو شفتوا معايا قبل كده ازاي بمسح الارض والبتاجاز والحاجات دي كلها يا رب يكوني الروتين النهاردة عجبكم وكنت خفيفة على قلبكم ما تنسيش تحطي لايك للروتين بتاعي لو عجبك وبعد تنسي اللايك اللايك دوت هو اللي بيقدر آآ سواء الفيديو عجبك ولا ما عجبكيش بس كده بحبكم في الله يا احلى واجمل واطيب اخوات في الدنيا دي كلها آآ هفضل كل فيديو اقول لكم الجملة دي لاني فعلا بحبكم اوي 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 ربنا يخليكم في حياتي ويدوم المحبة اللي بينا والمواد ده اللهم امين ما تنسيش تحطي اللايك بتاعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته